موسيقى العاشر صباحا من الميادين وإليكم ما فيها موسيقى مصدر عراقي مسؤول يؤكد للميادين أن بغداد أدت دورا محوريا في السعي إلى حل أزمة ناقلات بين إيران وبريطانيا موسيقى الجيش السوري يحرر بلدة كفرعين في ريف إدلب الجنوبي ويخوض مواجهات مع فصائل درع الفرات المدعومة تركيا قرب الباب شمال حلب موسيقى السنوار يقول أن المقاومة ستكسر جيش الاحتلال إذا دخل قطاع غزة وستمطر المستوطنات بالصواريخ موسيقى مرشح المعارضة لرئاسة الأرجنتين يصف الرئيس البرازيلي بالعنصري والعنيف بعد تهويله بخراب اقتصادي في الأرجنتين إذا فاز اليسار موسيقى أهلا بكم أكد مصدر عراقي مسؤول للميادين أن بغداد كان لها دور محوري في السعي إلى حل أزمة ناقلات بين إيران وبريطانيا لافتا إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حمل رسالة من البريطانيين إلى الإيرانيين عند زيارته المفاجئة إلى تهران في الثاني والعشرين من الشهر الماضي المصدر أكد للميادين أن رئيس الوزراء العراقي نقل إلى تهران ولندن الرغبة المشتركة في التهدئة مضيفا أن عبد المهدي استمر في مساعيه للمساعدة في توفير مستلزمات كانت ضرورية لحل أزمة النقلات وأعلنت بريطانيا أن التحقيقات بشأن نقلة النفط الإيرانية جريس واحد مسألة تخص سلطات جبل طارق يأتي ذلك في وقت أعلن فيه التلفزيون الإيراني أنه سوف يتم الإفراج عن النقلة الإيرانية خلال الساعة المقبلة حتى الساعة الأخيرة اختارت حكومة جبل طارق أن تبقي الغموضة محيطا بموعد الإفراج عن نقلة النفط الإيرانية جريس واحد بعد تسرب معلومات أوحت بأن الإفراج عن الناقلة لم يعد بعيدا الناقلة أرسلت إشارات على تغيير مسارها باتجاه المغرب بحسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية فيما قالت مؤسسة الملاحة والموانئ الإيرانية إنه جرى تبادل بعض الوثائق مع بريطانيا التي أبدت اهتماما بالإفراج عن الناقلة علما أن بريطانيا سعت إلى النأي بنفسها عن القضية بالقول إن التحقيقات التي تجري حول جريس واحد مسألة تخص حكومة جبل طارق ما يحفظ ماء وجه بريطانيا في عملية التبادل وسبق لوكالة روترز أن نقلت عن سلطات جبل طارق ما يوحي بأجواء إيجابية بالحديث عن قرب انتهاء ملف احتجاز النقلة الإيرانية قريبا وأن السلطات تواصل السعي لنزع فتيل التوتر مع تهران أزمة بدأت في الرابع من تموز يوليو الماضي عندما احتجزت قوات مشات البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية قبل تساحل جبل طارق في البحر المتوسط بحجة الاجتباه بنقلها النفط إلى سوريا وهو ما نفته إيران مرارا ليعود بعدها حرس الثورة الإيرانية في التاسع عشر من الشهر نفسه ويحتجز بدوره ناقلة النفط ستين أمبرو التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرموز مشيرا إلى أنها انتهكت قواعد الملاحة الدولية وهو ما عدته لندن عملا ثأريا غير قانوني كيف سيؤثر حل أزمة الناقلات بين إيران وبريطانيا في سائر الملفات العالقة وهل سيخفف من حدة التوترات في المياه الخليجية من الحمرية ترس هذه الناقلة البريطانية قبال تسواحل بندر عباس بسلام بانتظار قرار قضائي إيراني بالإفراج عنها قرار مرهون بقرار آخر لابد أن تصدره حكومة جبال طارق أولا بالإفراج عن ناقلة النفط الإيراني هكذا يصر الإيرانيون على حل أزمة الناقلات التي بدأت تصدر مؤشرات إيجابية بشأنها بحسب مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية إيجابية ستنسحب بلا شك على الكثير من الملفات ولسيما المتعلقة منها بالتوتر في المياه الخليجية كما ستنسحب إيجابا على المفاوضات مع أوروبا الرامية إلى أنقاذ الاتفاق النووي برأي مراقبين فحل أزمة الناقلات ربما يؤشر إلى إيجابية المشاورات الإيرانية الفرنسية وإلى إمكانية توصلها إلى نتائج في المرحلة المقبلة ولو تدريجيا كما أن أي تغيير استراتيجيا في سياق أزمة الناقلات يرتبط حتم بعدة عوامل وتطورات فانسداد أفق العقوبات على إيران وفشل إنشاء التحالف العسكري لحماية الممرات المائية بعد الرفض الدولي لهذه الخطوة والتحذير البعض من خطورتها وعدم قدرة المواكبة العسكرية على حماية السفن إضافة إلى نعطافة بعض دول المنطقة باتجاه إيران وعدم وجود استراتيجية أمريكية للمواجهة المفتوحة في المنطقة فضلا عن الأزمات الأوروبية الداخلية وخاصة لبريطانيا كلها عوامل توجه دفة التطورات نحو التهدئة للتصعيد لكن العامل الأبرز برأي كاثرين هو التعامل الإيراني بالمثل وبندية مع أمريكا وبريطانيا وإبداء طهران الجاهزية للمواجهة وعدم الخشية منها وهذا ما قد يغير قواعد اللعبة في المنطقة برمتها لا في المياه الخليجية فقط من الحمرية طهران الميادين وللحديث أكثر مشاهدين حول آخر التطورات فيما يخص الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران مدير مكتب الميادين من الحمرية ومعنا من العاصمة العراقية بغداد مدير مكتب الميادين عبدالله بدران وأبدأ معك عبدالله خاصة بأن التطور اليوم جاء من بغداد بحسب ما أفاد مصدر مسؤول عراقي للميادين حول هذه الوساطة العراقية التي انطلقت لتخفيف التوتر ولتبادل الرسائل ما بين لندن وطهران بغداد ما هي التفاصيل هذه الوساطة؟ هل يمكن القول بأنه ما تحدث عنه بالأمس وما قيل بطهران حول قرب إطلاق صراح ناقلة النفط الإيرانية هو تتويج لهذه المبادرة العراقية التي كشف عنها مصدر عراقي مسؤول نعم عبدالرحمن بالفعل العراق منذ البداية كان له دور واسع في هذا الملاف على اعتبار أن العراق يسعى منذ البداية لأن يكون هناك عاملا مساعدا لتنفيس هذا الاحتقان منذ أن بدأ التصعيد الأمريكي ضد طهران منذ أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي والعراق يسعى جاهدا بدبلوماسيته وبحكومته وباعتماد السياسة الخارجية تدعو لتنفيس هذا الاحتقان وكذلك البحث عما وصفه رئيس الوزراء العراقي عبدالعبد المهدي دفرسوار في جدار التشنج الذي حصل نتيجة هذا التصعيد بالفعل المعلومات تفيد أن العراق سعى منذ البداية لأن يخف هذا الاحتقان ومنذ أن حصل هذا الطارق فزيارة رئيس الوزراء العراقي عبدالعبد المهدي كانت مفاجئة ولعدة ساعات للعاصمة الإيرانية طهران تواصل معه وفق معلومات المهدين البريطانيون والأمريكيون لأن يقوم العراق بالفعل بوساطة كبيرة لحل هذه الأزمة وهذا ما فعله رئيس الوزراء العراقي عبدالعبد المهدي خلال هذه الزيارة التي استمرت ساعات كما ذكرت لك عبدالرحمن حاملا الاستعداد لأن تحل هذه الأزمة وكذلك ضامنا لأن تحل هذه الأزمة نتحدث هنا عن ما بعد احتجاز ناقلة النفط البريطانية في المياه في مضيق هرمز ما حصل هو تبعات احتجاز النقلة الإيرانية في مضيق جبل طارق وبالتالي منذ البداية كان هناك شعور لدى الأوروبيين وكذلك لدى الأمريكيين بأن الأفضل الذي يلعب دورا في حل هذه الأزمة هو العراق وبالتالي كان هناك تواصل مع رئيس الوزراء العراقي عبدالعبد المهدي معلومات المهدي أيضا تفيد من أن الاتصالات شبه يومية ومستمرة منذ أن بدأت الأزمة وحتى هذه اللحظة وفي متابعة مستمرة لأن تحل هذه الأزمة العراق ليس فقط وسيطا العراق وعادل عبد المهدي بصفة رئيس الوزراء العراقي هو ضامنا لأن تحل هذه الأزمة ما بين الأطراف وهناك أكثر من اتصال يجري في اليوم من مختلف الأطراف وعند أعلى المستويات وفق معلومات الميادين حتى ترتب الأزمة حتى عندما احتجزت ناقلة النفط في مضيق جبل طارق عندما كانت هناك مرحلة من التحقيقات وفي تدقيق الأوراق كان هناك تواصل مع العراق ومع الجانب العراقي عند أعلى المستويات كما ذكرت لك عبد الرحمن من أجل أخذ المعلومات والمتابعة مع العراقيين ليس فقط لأخذ المعلومات وإنما في محاولة غربية لترطيب الأجواء ومحاولة تخفيف هول هذا الحدث نعم عبد الرحمن مشاهدين كيف تنظر لهذا الموقف العراقي ولهذه الضمانة العراقية كما ذكر الزميل عبد الله بدران من بغداد ملحم إلى أي مدى يمكن أن يكون التجاوب مع أي وساطة عراقية أي ضمانة عراقية بالنسبة لإيران أكبر من الناحية الإيرانية خاصة أن العراق أعلن على لسان وزير خارجيته برفض أي تحالف بحري فيما يخص مضيق هرمز والشق الثاني من السؤال لو سمحت هو إذا كان هناك تطورات في المواقف الإيرانية فيما يخص إطلاق ناقلة النفط الإيرانية لأنه بالأمس كان هناك حديث بدأ وكأن إمكانية إطلاق عبد الرحمن فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال طبعا حتى الآن لا يوجد أي رد فعل رسمي من قبل الإيرانيين على ما نقلته بعض المصادر العراقية الميدين عن لعب العراق دورا مهما في الوساطة لحل أزمة الناقلات لكن كان واضح من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي واستمرت لساعات قليلة التقى خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن النقطة أو الملف الرئيسي الذي تم التباحث حوله خلال هذه الزيارة الخاطفة إنجاز التعبير كان موضوع حل أزمة الناقلات وذكرنا آنذاك في العديد من المداخلات تعليقا على هذه الزيارة بأن أزمة الناقلات هي الملف الرئيسي الذي يحمله عبد المهدي وربما كان يحمل وساطة معينة أو ربما كان ينقل مقترحات معينة من قبل بريطانيين كان الرد الإيراني واضحا آنذاك بأن إيران لن تفرج عن الناقلة البريطانية التي احتجزتها في مضيق قرمز قبل أن تفرج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية في مضيق جبل طارق هذا هو الرد الإيراني الذي جاء مباشرة بعد زيارة عبد المهدي بالإضافة إلى الرد الذي جاء مباشرة بعد الزيارة التي قام بها وزير خارجية سلطنة عمان وطبعا سلطنة عمان هي الوسيط التقليدي بين إيران وبين الدول الغربية لسيما الولايات المتحدة الأمريكية على مدى هذه السنوات خاصة بأن كان لها دور إيجابي وفعال جدا في إبرام الاتفاق النوو في عام 2015 إذن الموقف الإيراني كان واضح لكن كانت واضحة بأن هذه الزيارة لرئيس الوزراء العراقي كانت محاولة لتخفيف حدة التوتر للتنفيذ تنفيذ الأزمة أنجاز التعبير كما ذكر الزميل عبدالله خاصة بين إيران وبين بريطانيا لأن آنذاك عند قيام عبد المهدي بهذه الزيارة كان ما يطفو على سطح التوترات في المنطقة تحديدا في المياه الخليجية هي أزمة الناقلات بين إيران وبين بريطانيا لذلك كان هذا الملف يتصدر كل الملفات في الحقيقة لأن الحلحلة في هذا الملف ستنسحب إيجابا على العديد من الملفات الشائكة لا سيما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بين إيران وبين بريطانيا وأيضا بين إيران وبين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإنقاذ الاتفاق النووي فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك عبد الرحمن طبعا حتى الآن ما يتم تدوله هنا في طهران هو ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني بالأمس نقلا عن مصادر مطلعة في منظمة الملاحة الإيرانية بأن الإفراج عن الناقلة الإيرانية في مضيق جبل طارق سيتم في غضون 48 ساعة هذا كان متوقع بسبب الأجواء الإيجابية التي سادت بالأمس من خلال التصريحات التي استمعنا إليها من كل الأطراف حكومة جبل طارق أكدت بأن عملية الاحتجاز ستنتهي يوم السبت وطبعا يوم السبت تكون الناقلة قد أمضت حوالي شهر وهي المدة التي مددتها حكومة جبل طارق للاحتجاز بالإضافة إلى حديث صادر عن الحكومة البريطانية والتي حاولت أن تسحب يدها كليا من هذه الأزمة بوضع ربما المسؤولية على عاتق حكومة جبل طارق بالقول بأن هذا الأمر يعود جملة وتفصيلا إلى حكومة جبل طارق القرار والبت في هذا الأمر وبالتالي نحن أمام أجواء إيجابية واضحة لكن التصرحات الرسمية الإيرانية لم نستمع إليها حتى الآن ربما نستمع إلى تصرحات إلى مواقف إيرانية تتعلق بحل هذه الأزمة في الساعات المقبلة لكن أود الإشارة باختصار إلى ما ذكرته بعض الصحف الإيرانية لأن كان هناك تعليق في بعض الصحف الإيرانية على حل هذه الأزمة أو الحديث عن حل هذه الأزمة والأجواء الإيجابية فيما يتعلق بهذا الأمر طبعا بعض الصحف حاولت ربط هذا الأمر بالقوة التي أبدتها إيران في مضيق هرمز وطريقة التعامل بندية طريقة التعامل بالمثل التي أرستها إيران في الحقيقة في أزمة الناقلات مثلا هذه الصحيفة تشير هنا في عنوانها الرئيسي قوة إيران في المضيق وطبعا تعني مضيق هرمز أدت إلى الإفراج في جبل طارق أي الإفراج عن الناقلة الإيرانية هذا عنوان رئيسي في إحدى الصحف بعض الصحف الإيرانية أيضا تطرقت في تحليلها إلى هذا الأمر وأشارت بأن إطلاق أو الإفراج عن الناقلة الإيرانية مؤشر إيجابي من قبل الحكومة البريطانية أنها لا تريد أن تلعب في الملعب الأمريكي خاصة بأن الحديث الإيجابي عن حل أزمة الناقلات يأتي بالتزامن مع زيارة مستشار القوم الأمريكي جون بولتن إلى بريطانيا ومحاولة أمريكا الضغط على بريطانيا لإقناعها ربما للإنسحاب من الاتفاق النووي البعض الآخر طبعا تحدث عن هذا الأمر وقال بأنه لم يكن هناك أي حل آخر أي حل بديل بالنسبة لبريطانيا إلا الإفراج عن هذه الناقلة خاصة بعد أربعين يوما من احتجازها وبعد ذلك بخمسة عشر يوما احتجزت إيران الناقلة البريطانية في مضيق هرموز وبالتالي لم يحصل شيء بعد هذه المدة بريطانيا لم تستطع أن تقدم على أي شيء لا في المياه الخليجية ولا على صعيد الدولي لم تستطع الحصول على إجماع دولي ولا حتى أوروبي ضد إيران وبالتالي لم يكن هناك من بد إلا الإفراج عن هذه الناقلة هذا باختصار فيما يتعلق بالأجواء الإعلامية والسياسية حول هذه الأزمع شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميدين في العاصمة الإيرانية طهران ملح مريا شكر موصول أيضا للزميل عبدالله بدران مدير مكتب الميدين في العاصمة العراقية بغداد كيف ستنعكس التطورات الأخيرة على التوتر في مياه الخليج وهل ضقت ساعة التسوية ما سجل على صفحة مياه الخليج الساخنة من تطورات لا بد من أن يساهم في تبريد الأجواء المشحونة بين إيران من جهة وكل من يدور في الفلك الأمريكي من جهة أخرى كل ما رافق عملية حرب الناقلات كما يحلو للبعض أن يسميها أظهر ثباتا إيرانيا في الموقف مقابل عطافات متفرقة فطهران ومذ بداية الأزمة أعلنت موقفها مقرنة إياه بالأدلة والصور والفيديوهات ولو بطريقة متدرجة قالت كلمتها وثبتت ثبات استراتيجي إذا جز الوصف ساهم في زحزحة الكثير من الأحجار الثقيلة فها هي الإمارات وباعتراف إسرائيل نفسها تقوم باستدارة واضحة نحو الانفتاح على إيران أمنيا وسياسيا وفي باقي البيت الخليجي إذا ما وضعنا جانبا البحرين التي لا تظهر أي نية في التمايز يوما عن السعودية نجد أن مختلف الدول الخليجية من الكويت إلى عمان وصولا إلى قطر المحاصرة جميعها باتت تغرد خارج السرب المملكة بالكامل في موضوع مياه الخليج تحديدا فهل ستؤثر السعودية العزلة أم أن تغيير النهج الإماراتي تجاه إيران سينعكس إيجابا على باقي الملفات الإقليمية كما يقول مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي وهل فعلا ستجبر وقائع المنطقة السعودية على فتح حوار مع طهران كما قال أم أنها ستؤثر المكابرة وتراكم الإخفاقات من اليمن إلى الخليج وباقي المنطقة أثابت أن طهران تعلن تكرارا مد يد الحوار إلى الرياض وتكرر أيضا أنها لا تريد أن تتجاهل دور المملكة في المعادلات الإقليمية شرط أن يكون الأمر متبادلا فماذا ينتظر ولي العهد السعودي أو على ماذا يراهن ها هي بريطانيا تنحني أمام رياح الخليج وتعطي الضوء الأخضر لسلطات جبل طارق لتبادل بيانات الناقلتين المحتجزتين الإيرانية والبريطانية وللمناسبة هو موقف لا يمكن أن تتخذه لندن إلا بموافقة أمريكية أمريكا نفسها التي ما زالت طريق تشكيلها القوة الدولية لحماية الملاحة في مياه الخليج متعثرة لا بل غامضة أوروبيا على وجه التحديد فهل دقت ساعة التسوية؟ الأكيد أن مياه الخليج باتت جاهزة لمن يجيد السباحة نحو بر أمان المنطقة أكد المرشد الإيراني السيد علي خاميني أن السعودية والإمارات ارتكبتا جرائم كبيرة في اليمن وتسعيان إلى تقسيمه لكنهما لن تصلا إلى أي نتيجة ولدى استقباله المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام الذي سلمه رسالة من زعيم الحركة عبد الملك الحوثي أكد خاميني أن الشعب اليمنى أثبت بجهاده وصموده أن مستقبله سيكون جيدا كذلك أكد السيد خاميني أن النصر سيكون حليف الشعب اليمني المظلوم والمجاهد وأن المقاومة هي الطريق الوحيد لمواجهة ما سماه القوى المجرمة أعلن مصدر عسكري يمني سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ هجمات متعددة بعدد من طائرات قاصف كيتو على مطار أبهى الدولي في عسير السعودية مصدر عسكري كان قد أعلن إطلاق أربعة صواريخ من طراز زلزال استهدف أحدها تجمعات الجيش السعودي في منطقة عسير يسود التوتر مدينة عدن بعد اشتباكات شهيدها حي الشيخ عثمان أدت إلى مقتل شخصين تطورات عدن الأخيرة قُبلت بدعوات سعودية وإماراتية إلى الحوار بين الأطراف المتصارعين فيما قوات المجلس الجنوبي المدعوم إماراتيا تثبت سيطرتها على المدينة علي مرتضى تتعالى أصوات الدعوات إلى الحوار في مكة لإقاف اشتباك الحلفاء في عدن حوار تطلب اجتماعا على مستوى أعلى الهرمين في السعودية والإمارات لإقاف تداعية اقتتال حلفاء الجبهة الواحدة في الوقت الذي شهدت فيه مكة ما يشبه إعلان الهدنة كانت احتفالات النصر لمقاتلي المجلس الجنوبي تعم المدينة تثبيت سيطرة المجلس الجنوبي المدعوم إماراتيا على عدن استمر عبر تحييد كبار المسؤولين المدعومين من السعودية والرئيس هادي فيها حيث اقتحم مسلحون منزل مدير دائرة شؤون الأفراد بوزارة دفاع هادي العميض الخضر ألمزنبر وضعين اليد على أجهزة كومبيوتر تحت وقاعدة بيانات خاصة بوزارة دفاع هادي إلى جانب اقتحام منزل محافظي البنك المركزي المعين من هادي في عدن حافظ معياد فيما استمرت الاشتباكات وإن بوتيرة أخف في بعض أحياء المدينة الإشارات الإيجابية المطلقة من مكة تشير إلى رغبة سعودية إماراتية بحصر تداعية الاشتباك من دون وضوح في أفق التعامل مع ملف عدن في المستقبل تبدل ميزان القوة في المدينة لصالح المجلس الجنوبي المدعوم من الإمارات وقصف التحالف السعودي لمواقع عسكرية تابعة للمجلس في المدينة مؤشرات تشي أن الأمر لم ينتهي حرر الجيش السوري قرية كفرعين وفي ريف إدلب الجنوبي بعد مواجهات مع مسلح جبهة النصراء المنتشرين في المنطقة يأتي ذلك في وقت اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل درع الفرات المدعومة تركيا على أطراف مدينة الباب شمال شرق حلب كما أفاد مراسلنا بمقتل وجرح العشرات من قوات درع الفرات المدعومة من تركيا في اشتباكات مع جيش تحرير عفرين على أطراف مدينة مارع في ريف حلب الشمال أعلنت وزارة الدفاع التركية بدأ انشاء مركز العمليات التركي الأمريكي الخاص بإدارة المنطقة الأمينة في شمال سوريا وفي بيان لها أكدت وزارة الدفاع التركية أن الجانب الأمريكي بدأ أعمال انشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك في ولاية أورفا شمال شرق تركيا مؤكدة أن عمليات الانشاء ستستمر من دون أي تأخير للمزيد من التفاصيل المشاهدين حول آخر التطورات في سوريا تنضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مديرة مكتب الميادين ديما نصيف أهلا بكي ديما إذا تقدم جديد للجيش السوري تحرير بلدة كفرعين ما هي أهمية تحرير هذه البلدة في نطاق العمليات التي يخوضها الجيش السوري في ريف إدلب وإلى أين قد تكون الوجهة المقبلة للجيش وما دعا الاشتباكات مع قوات درع الفرات خاصة أنه على ما يبدو أنها اشتباكات جديدة جديدة أيضا في العلاقة المتوترة أصلا ما بين سوريا وتركيا طبعا نور عبد الرحمن طبعا بداية قبل قليل جاء الخبر بأن الجيش السوري قد سيطر على تلعاس وهي بلدة تقع إلى الجنوب الشرقي من قرية كفرعين طبعا هذا التقدم أهميته بأن الجيش السوري يتابع في عملياته القسكرية ليس من أي عرقلة لهذه العملية حتى اللحظة العملية تثير بوثيرة متسارعة نسبيا لأنه نحن نتحدث عن معاقل أساسية للمصر وأن كانت بلدات قريبة أو أفضل صغيرة ولكن بحد ذاته أن لا تستطيع المجموعات المصلحة رفع المحاولات بالقيام بهجوم مضاد وخاصة يوم أمس كان هناك محاولة كبيرة وواسعة من المجموعات المصلحة لكن دون أن تحرز أي تقدم أولا أو أن تسيطر على أي من المناطق التي وصل إليها الجيش أو حتى أن تعرقل عملياته العسكرية بكل حد يوم على مسافة أربعة كيلومترات من خام شيخون وهي المعقل الأساسي للنصر في الريف الجنوبي لإدلب طبعا التقدم هذا من الجهة الغربية لهذه الجبهة طبعا لا ننسى بأن الجيش السوري أيضا فتح جبهة شرقية ووصل حتى أطراف التمانعة أيضا يقف على مسافة أربعة كيلومترات تقريبا من التمانعة وهي الجبهة الشرقية التمانعة تقع إلى الشرق من خام شيخون وليهب بهذا التقدم هو يتقدم إلى الغرب من خام شيخون بمعنى أنه يضيق الخناق شيئا فشيئا على هاتين البلدتين الكبيرتين في ريف أدلب الجنوبي وإذا تمكنها من السيطرة ميدانيا على هاتين البلدتين وهناك بعض الأحاديث التي تقول بأنه ربما يكون هناك استسلام للمجموعات المستحة وأن يدخل الجيش إلى هاتين البلدتين من طول عملية عسكري طبعا يبقى في إطار التصريبات والأحاديث التي لم تثبتها البعلومات الرسمية الاشتباكات في الشمال ديما قبل أن تنتقل إلى الاشتباكات الشمال لأنه أشرت إلى نقطة هامة للغاية موضوع تهاوي المجموعات المسلحة خاصة جبهة النصرة في هذه المناطق المتواجدة فيها هل هناك سبب معروف لهذا التهاوي هل هو ضعف المعنويات هل هو الأفق المسدود لماذا تتهاوى بهذه الطريقة هذه المجموعات التي عادة ما كانت تحاول إظهار مظهر القوة في جميع المعارك التي حصلت في سوريا صحيح هذا الكلام طبعا تعرف بأن النصرة منذ أكثر من شهر بدأت بحفر أنفاق في مناطق تمركزها الأساسية داخل إدلب يعني في التجمعات الأساسية والكبيرة لها ولحلفائها من الأساسب الترك الثاني وأنصار التوحيد أو غيرها أو المجموعات الشيشتينية وغيرها من المجموعات التحالفة معها لذلك هي تراهن على أن تبقى ضمن هذه المعاقل الأساسية وبأن لا تستنفذ ربما مقاتليها أو عناصرها في هذه الجبهات البعيدة نسبيا عن مراكزها الأساسية هذا ربما يكون تفسير إلى جانب بأن الجيش السوري في هذه العملية هو يقوم بالتقدم في الخواصر الرخوة لهذه المجموعات بمعنى أن تقدمه في هذه البلدات وسيطرته على أماكن مرتفعة وحاكمة هو يمنع بشكل كبير يمنع هذه المجموعات من التقدم نحو أماكن التي سيطر عليها أو حتى محاولة اختراق هذه العملية العسكرية نهيك طبعا عن الطاقة النورية الهائلة التي يقوم بها سلاح الطيران الروسي والسوري هناك مروحيات سورية وهناك طائرات السخوري الروسية التي لا توقف عن قصد المجموعات المسلحة ليس فقط في هذه الجبهة وإنما أيضا في جبهة شمال شرق اللاذقية في منطقة كباني التي أيضا يتوقع أن يكون هناك سيطرة قريبة للجيش السوري فيها وإلى جانب بالانتقال إلى الجبهة الشمال ريك حلب والاشتباكات التي كانت بين الجيش السوري وفصائل درع الكوراس المدعومة هو ليس الاشتباك الأول لكن هذه الجبهة لا تتغير في مساحات السيطرة هناك منوشات من حين إلى آخر ولكن أرضا في هذه المجموعات بأن الجيش السوري يحاول أن يتقدم في هذه المنطقة نحن نتحدث عن كامل هذه المنطقة عبد الرحمن هي التي يشملها سوتشي لأن هناك أعتقاد بأن سوتشي فقط يشمل شمال حما ريف الشمالي لحما أو ريف الجنوبي لإدلب لا سوتشي هو يشمل كل هذه المنطقة المحيطة بمحافظة إدلب وسط هذه الفدود التركية من جهة ريف حلر الشمالي لمنع المجموعات المصلحة من التواجد في المنطقة العازلة بعمق 15 كيلومتر أو 20 كيلومتر وأيضا أن يكون هناك فتح بسرق الدولية الواصلة بين حلب اللذقية وحلب دمشق واستكمال الجيش السوري عمليات العسكرية في إدلب الجنوبي هو سيؤمن الطريق حلب دمشق من دون شك أنه يمر من هذه المنطقة شكرا جزيلا لك مديرة مكتب الميادين في العاصمة السورية دمشق ديما ناصف فاصل ونحود أهلا بكم من جديد أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن المقاومة ستكسر جيش الاحتلال المهزوم إن دخل قطاع غزة السنوار وخلال تدشين حملة تواصل الخاصة بزيارة العائلات الفلسطينية أشار إلى أن المقاومة ستمطر المستوطنات الإسرائيلية بالرشقات الصاروخية إذا ما حاول الاحتلال الدخول في حرب مؤكدا أن المقاومة لن تتردد في حماية مشروعها حتى دحر الاحتلال دفعة جديدة من أسر الجبات الشعبية ينضمون إلى الأسر المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال بيسان طرف أهلا بكم أكثر من أربعين عيدا لم يعد بأي حال على معظم أسران القابعين وراء قطباني سجون الاحتلال الإسرائيلي وبدل العيد قمع وتنكيل وتعذيب وقتل ممنهج هي سياسة الاحتلال المستمرة ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والشرائع الدولية سياسة يقاومها الأسر بما امتلكت أيديهم من سلاح أمعائهم الخاوية ستة أسر يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ليرتفع عدد الأسر المتضامنين معهم إلى تسعة وأربعين أسيرا من بينهم ثلاثون من الجبهة الشعبية في سجون النقب وعوفر وريمون وجلبوع أقدم الأسر المضربين هو الأسير حذيفة بدر حلبية من القدس المحتلة يخوض إضرابا منذ ثلاثة وأربعين يوما هو معتقل إداري منذ يونيو حزيرا من عام 2008 وهو يعاني من سرطان الدم وقد وصفت حالته الصحية بالحرجة جدا من الأسر أيضا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير طارق قعدان من مدينة جينين مضرب عن الطعام منذ ثلاثة عشر يوما وهو أصلا أسير صابق أمضى نحو 15 عاما في سجون الاحتلال أيضا الأسير المريض سامي أبو ديات من محافظة جينين وهو مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام وتعد حالته الأخطر في سجون الاحتلال الأسير المقدسي إسماعيل أحمد علي مضرب عن الطعام منذ عشرين يوما تم عزله في زنازين النقب ويقود الأسير سلطان أحمد خلف من جنين إضرابا مفتوحا عن الطعام أيضا مذو ستة وعشرين يوما الأسير أحمد عبد الكريم غنام من الخليل هو مصاب بمرض سرطان الدم مضرب عن الطعام مذو ثلاثين يوما وهناك خطورة على حياته وقام الاحتلال بنقله قبل يومين إلى العزل الانفرادي في سجن النقب أما الأسير بسام السايح فيعاني من سرطان الدم والعظام وقصور في القلب والتهاب في الرئتين وهو لطالما خضع لتحقيقات عسكرية قاسية لم ترحم حالته الصحية هناك أسماء كثيرة ليسعنا الوقت لتعدادها لكنها تشير إلى أن نحو 700 أسير يعانون من أمراض خطيرة وهم بحاجة إلى رعاية صحية طارئة قالت عائلة النشطة السعودية المعتقلة لوجين الهذلول إن سلطات السعودية عرضت على لوجين الإفراج عنها مقابل تسجيل فيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب والإساءة الجنسية في السجن وبحسب وليد الهذلول شقيقي لوجين الذي غرد عبر موقع تويتر فإن لوجين المعتقلة منذ أكثر من عام رفضت التوقيع على ورقة تقر فيها بعدم تعرضها للتعذيب بعدما طلب منها تسجيل فيديو في الاتجاه نفسه رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أكثر من 66 طلب ترشحين للانتخابات الرئاسية من مجموع 97 عضو الهيئة أنيس الجربوعي أوضح أن المترشحين الذين رفضت ملفاتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار ومن المتوقع الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين نهاية الشهر الحالي لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في الثاني من الشهر المقبل تونس احتفلت بعيدها الوطني للمرأة الذي تزامن مع اقتراب موعد الانتخابات وسط انتقادات وجهت إلى الأحزاب بأنها وضعت النساء في مراتب تضعف حظوظهن في الوصول إلى الندوة البرلمانية مراد الدلنسي نحو مئة مترشحة للرئاسيات في تونس لا يتجاوز عدد النساء منهم أصابع اليد الواحدة رسميا يمكن القول أن مرأتين فقط تقدمتها للانتخابات في التشريعيات ورغم إلزام القانون للأحزاب بالمناصفة في القائمات بين الرجال والنساء إلا أن تسعين في المئة من رؤساء القوائم والذين يملكون حظوظا أكبر للوصول إلى البرلمان هم من الرجال واقع يأتي في وقت تصنف فيه تونس من الدول الرائدة عربيا في مجال تمكين المرأة رغم أن تاريخ تونس تاريخ امرأة من عليسة إلى الكاهنة إلى عزيزة أثمانة إلى أراضي الحدد في تونس لأن الحضور المرأة راهنا ضعيف جدا سواء قياسا بما أنجزه بورقيبة أو بثورة 2011 لكن نعتبر أن الأمر أخطر من التاريخ الأمر متعلق بالعقلية الذكورية الموجودة خاصة الآن ومع احتفال تونس بعيد المرأة وتزامونه مع تقديم الترشحات أصابع الاتهام وجهت للأحزاب باستعمال المرأة كديكور انتخابي حيث أن أكثر الأحزاب مناداتا بحقوق المرأة رشحت رجالا على رأس قوائمها ما سينتج عنه سيطرة الرجال بنسبة كبيرة على المشهد البرلماني المقبل سيبيا فم مرأة التي ظهرت شجاعة وقوية ونجمة تظهر وترشح لها الروح الانتخابات هذه قوة من عندها هيرا هذه يعود لكل معانتها لثقافة المجتمع ديما عندنا المرأة توصل معانتها للمستمعين وتوقع تيقف معانتنا لنجم تتقدم خاصة في مهمة معانتها رئاس الدولة ففي العقود الماضية اكتسحت المرأة التونسية مجالات التعليم والصحة والبحوث وغيرها إلا أن الحياة السياسية بقيت ذكورية بالأساس ما جعل متابعين يعتبرون أنها ظاهرة عالمية حيث يسيطر الرجال في أكثر الدول تقدما على عالم السياسة تزامن الاحتفال بعيد المرأة هذا العام على انتخابات التونسية أعاد إلى الواجهة موضوع المشاركة السياسية للنساء حيث تعترف الأحزاب التونسية بافتقارها لقيادات سياسية نسائية وهو ما يتطلب مجهودات أكبر لتغيير هذا الواقع مرادد الأنسي تونس الميدين وصف المرشح اليساري المتقدم في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية ألبرتو فرنانديز الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأنه كاره للنساء وعنصري وعنيف وجاء التصعيد الكلامي لفرنانديز بعدما أعرب بولسونارو عن مخاوفه من أن يجر فوز اليسار في انتخابات تشرين الأول أكتوبر الرئاسية في الأرجنتين أن يجر البلاد إلى الخراب الاقتصادي ويطلق شرارة هجرة جماعية وفق مقال طلبت باكستان من مجلس الأمن الدولي الاجتماع لمناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي باكستان لن تتسبب في اندلاع حرب لكن على الهند أن لا ترتكب خطأ وتعتبر ضبطا نفس من جانب باكستان ضعفا عادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار هونغ كونغ صباح اليوم واستأنفت الطائرات إقلاعها وفقا للجدول المحدد وذلك بعد يومين من اعتصام المتظاهرين أو متظاهرين معارضين للحكومة داخل قاعة الركاب قاموا بشل العمل بهذا المرفق الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم وتشهد هونغ كونغ منذ مطلع حزيران يونيو الماضي تظاهرات تطالب باستقالة رئيسة الحكومة وترفض مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الصين رفضت طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية زيارة هونغ كونغ في الأسابيع المقبلة المسؤولون لفت إلى أن سفينة النقل جريم بي طلبت الزيارة في وقت لاحق من هذا الشهر بينما طلبت السفينة الحربية التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في أيلو السبتمبر في غزة لا يتوقف إبداع الشباب وابتكاراتهم رغم الحصار الإسرائيلي الشاب محمد أبو حرب تمكن من صناعة روبوت متعدد لاستخدامات مستعينا بأدوات وإمكانات بسيطة أحمد غانم ساعات من البحث والعمل المتواصل داخل هذه الورشة أفضت بمحمد إلى الانطلاق في أول خطوة لصناعة روبوت محلي بإمكانات بسيطة الفكرة استوحاها الشاب من حاجة غزة إلى مشروع متطور يخدم قطاعات متعددة في ظل الحصار نقص الخبرة العلمية دفع محمد إلى الاستعانة بالإنترنت من أجل تنفيذها حبيت أعمل مشروع أنه بين قطاع غزة فيها قدرات فيها إمكانيات فقعدت أصفها على اليوتيوب على الفيسبوك أشوف أنسب مشروع أنه يفيد شعبنا قطاع غزة في فدو الوطن العرب فجأتني فكرة الروبوت يعني في مجال الدفاع المدني يعني في منطق فيها حريق منقدر نبعد الروبوت هذا على منطقة يأخذوا إحداثيات عن منطقة ويصور ويرجعنا دون تدخل أي عنصم بشري بس في مجال الإسعاف بيقدر في النقل المصابين منقدر فيه معادات تقيلة نقدر نشيد فيه قطاع الإلكترونية من بين العقبات التي واجهت محمد الذي أجرى عدة تجارب فاشلة حتى رأى مشروعه النور أخيرا الروبوت قادر على حمل الأفراد والمعدات الثقيلة وعلى سحب أوزان كبيرة والتحرك في كافة الظروف البيئية هذا الجهاز يشيل وزن من 100 إلى 200 كيلو يستطيع تسحب طون من طون إلى طون ونص يستطيع تحرك في نفس النقطة 180 درجة هو يتميز الروبوت الذي يمكن التحكم فيه عن بعد بإمكانية استخدامه في جمع المعلومات والإحداثيات عبر كاميرا خاصة زرعت فيه ويأمل محمد أن يحظى بالدعم اللازم بما يمكنه من العمل على ابتكار روبوتات جديدة ومتطورة تطوير هذا الروبوت وإنتاج نماذج جديدة منه بما يخدم قطاعات متنوعة في غزة حلم يقف الحصار الإسرائيلي عائقا أمام تحقيقه إنجاز يؤكد محمد على مواصلة العمل عليه متسلحا بالإرادة والعزيمة أحمد غنم غزة الميادين ومن هذا الابدع الفلسطيني إلى أخبار الاقتصاد مع الزميلة أليسار كرام صباح الخير أليسار أهلا بكم أكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن الحكومة الأمريكية تريد انهيار الاقتصاد الإيراني والقضاء عليه من خلال فرض العقوبات لكنها فشلت في تحقيق ذلك وفي كلمة له خلال الاجتماع الوطني الثاني للتجمعات الاقتصادية في إيران أكد جهانجيري أنه بالرغم من تعرض الاقتصاد الإيراني لصدمة كبيرة وأنه شهد تقلبات في الفترة الماضية بسبب العقوبات إلا أن العقوبات ليست سبب كل المشاكل الاقتصادية بل إن جزءا منها هو من بعض السياسات الخاطئة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من منظمة التجارة العالمية في حال لم تتحسن شروط هذه المنظمة ترامب قال بعد لقائه عمالا في مصنع في بنسلفينيا إن منظمة التجارة تؤذي الولايات المتحدة منذ سنوات مؤكدا أنه لن يسمح بذلك مرة أخرى وكان ترامب قد طالب في نهاية تموز يوليو الماضي المنظمة بإصلاحات تحول دون التعامل بطريقة مميزة مع الدول النامية أو مميزة وتأخذ الإدارة الأمريكية على منظمة التجارة العالمية استماح للصين بأن تصنف على أنها دولة نامية ما يعفيها من بعض الواجبات هذا وجدد الرئيس الأمريكي اتهام الصين بالتلاعب بقيمة عملتها وضخ الأموال في الأسواق المالية لخفض قيمة اليوان وزيادة القدرة التنفسية لسلع الصينية ترامب وفي تغريدة على موقع تويتر قال إن المليارات التي تحصل عليها الولايات المتحدة هي بمثابة هدية من الصين وإن الأسعار لم ترتفع والأسواق لم تواجه أي تضخم وأضاف أن المزارعين الأمريكيين يحصلون على عائدات أكبر مما كان يمكن أن تنفقه الصين وختم بالقول إن الأخبار الكاذبة لن تجدي نفعا رفع تحالف يضم 22 ولاية أمريكية دعوة قضائية لمنع الحكومة الأمريكية من إبطاء إغلاق محطات للفحم تسبب تلوثا وتنبعث منها كميات كبيرة من الغازات المسببة للدفيئة وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس لمواجهة التغير المناخي وسعى الرئيس الأمريكي إلى تفكيك القواعد التنظيمية للبيئة التي كانت تهدف إلى تحديد سقف لحجم الغازات المسببة للتلوث المنبعثة من معامل إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الفحم الحجري أجلت الإدارة الأمريكية فرض تعريفة إضافية بقيمة 10% على بعض المنتجات الصينية من ضمنها الكمبيوترات والهواتف الخلوية كان من المقرر أن تفرض أو تفرض عليها تعريفات الشهر المقبل مكتب التجارة الأمريكي أشار إلى أن إرجاء فرض التعريفات سيكون حتى منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل وأشار إلى أن بعض المنتجات الأخرى سيتم تأجيل فرض رسوم إضافية عليها بسبب حاجات الأمن القومي والصحة في الولايات المتحدة تراجع سعر صرف عملة الأرجنتين البيزو بينما سجلت الأسهم واستندات انخفاضات لم تشهدها في 18 عاما مع اعتجاه الناخبين إلى رفض التمديد للرئيس الحالي بعد فشله في تحقيق التنمية ولجم التضخم في الأسعار وتثير سياسة مرشح المعارضة ألبيرتو فرنانديز مخاوف النظام الحالي الموالي للولايات المتحدة من سياسات تدخلية في الاقتصاد للجم معدلات الفقر والتفاوت الطبقي المتزايد ويسعى مرشح المعارضة لإعادة صوغ اتفاق قرض بقيمة 57 مليار دولار وقعته الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي بهذا نخطيب الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك عبد الرحمن شكرا لك يا لسار إلى العنوين مصدر عراقي مسؤول يؤكد للميادين أن بغداد أدت دورا محوريا في السعي إلى حل أزمة الناقلات بين إيران وبريطانيا الجيش السوري يحرر بلدة كفرعين في ريف إدلب الجنوبي ويخوض مواجهات مع فصائل درع الفرات المدعومة تركيا قرب الباب شمال حلب السنوار يقول إن المقاومة ستكسر جيش الاحتلال إذا دخل قطاع غزة وستمطر المستوطنات بالصواريخ للمزيد من الأخبار والتقرير مشاهدين أمكنكم زيارة موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة